اللهم بلغنا رمضان واتقبلنا فيه من الصيام والقيام كنت اشتري من بره جاهز بس اليوم باذن الله رح اسوي صراحة على قد ما اشتري ما يعجبني زي شغل بيتي يعني ما عليش ما هي يعني قد ما اشتريت والله العظيم ما يعجبني الوحيد اللي احس انه زي بهارات البيت بهارات سره صراحة بهارات سره روعة لكن غير كذا احب انا بهارات بيتي يعني احب احط الاصناف اللي انا استخدمها طيب هنا جهزت بهارات الشربة وهنا اوريكم هذي الاكياس اخذتها للبهارات الشربة اللي هي البهارات الصحيحة او البهارات الخشنة اخذتها من امازون هذي 200 كيس والله اعتقد ب17 15 في ذي الحدود سراحة روعة مرة عجبتني للبهارات للشاهي اعشاب هي تعتبر اكياس شاهي مرة حلوة يعني حتى خمتها حلوة طبعا هذه استخدام واحد هي قماش وستخدامها هنا حبيت اجهز البهارات البيضة طبعا انا بالتفصيل سبق و سويت معاكم البهارات في فيديوهات سابقة هنا البهارات البيضة جهزت كل مكوناتها خلطتها مع بعض اللي هي فلفل ابيض كزبرة ناشفة بصل مجفف ثوم مجفف جنزبيل وورق غار طبعا بالمقادير اللي موضحة عندي في الفيديو بس انا هنا زود لاني راح اعطي بنتي واخواتي وامي يعني نقصة رمضان طبعا انا احب احمصها لاني انا اجيب كمية انظفها من الاعواد من الحجر واغسلها واجففها وبعدين احفظها في الفريزر طيب فاحب احمصها تخرج الرطوبة اللي موجودة فيها وبرضو يعطيها نكة حلوة بس تحميص خفيف يعني ما ابغى يتأثر نفس البهارات مجرد انها تسخن او تخرج الرطوبة اللي فيها وبعد كده ابدأ في طحنها هنا بديت اطحن اللي هو البهارات البيضة وفي نفس الوقت برضو راح اتسوي بهارات ثانية اللي هي بهارات مشكلة بهارات عادية لكل الطبخات كمون كزبرة فلفل اسود اللهم صلى النبي كركم هيل يعني البهارات اللي انت تحبي انك اللي تحبي تطعميها في اطباقك تحطيها بس طبعا بمقادير معين في شي زي 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 الهيل نحطه قليل لو بتحط قرومفل تحط قليل يعني في معايير معينة مو اي كمية برضو انا وضحتها في فيديوهات سابقة عندي هنا بديت اسوي النوع الثاني من البهارات هذه القرفة برضو راح احمسها وطحنها معاهم هنا حطيت البهارات برضو حمسة بسيطة يعني كمون والكزبرة والفلفل الاسود وحطيت قليل شمر زي ملعقة صغيرة طيب حطيت معاها خلاص بعد ما طحنتها حطيت معاها ليمون اسود مطحون يعطيها كده حذاقة وراح حط معاها كمان كركم اذا تحبي اللون قوي انا احب يكون وسط في اليدامات ما احبس راح يكون يعني يطغى اللون الاصفر فحط ملعقة واحدة واذا تحبيها سبايسي تضيفي الشطة الحمراء المطحونة يعني حسب ذوقك انت وعيلتك كده خلصت من البهارات الناعمة وجهت صينية البهارات الشربة اللي راح حطها في الاكياس كزبرة كمون فلفل اسود هيل الشيبة اساسي القرفة هذي راح اكسرها عشان تدخل في الاكياس او اذا تحبيها زي ما هي وترميها وقت الطبخ وكمان الفلفل الليمون الناشف برضو وقت الطبخ نرميه مع الشربة خلاص البهارات نظيفة ما حمصتها طبعا لا بهارات الخشنة اللي حطها الشربة انا ما احمصها اكسرت عيدان القرفة وكل المكونات هذي اللي خبطها مع بعض وابدأ اعبيها في الاكياس طبعا وانت تعبط الان مخلوطة خلاصة وانت تعبي يعني خليك تكون حريصة انه في كل كيس من الاكياس يكون كل شي موجود فيه يعني احيانا بعض الاكياس ممكن ما يجي فيها قطعة قرفة او هي لا حاول انه تكون حريصة انه كل ما جيس تتعبي الكيس تقلبي تقلبي البهارات عشان كل المكونات الموجودة تكون داخل الكيس طيب الكيس هذا انا احسه لعيرتي لطبخة كفاية ممكن لو كمية كبيرة اذا كان في ضيوف او حاسوي مثلا كمية او شي ممكن استخدم كيسين كيسين كفاية في الشربة غير كذا انا في نفس الشربة بالاضافة للبهارات الخشنة هذه انا دائما احب اضيف من البهار المشكل ملعقة صغيرة يعطي او يعزز نكهة البهارات في الشربة انا اتكلم الان عن الشربة الحب وشربة الشوفان البهارات هذه استخدمها لشربة الحب وشربة الشوفان فقط يعني غير انواع الشربة الباقية لا ما ينفع لها هذه البهارات للشيب او هذه لا ما ينفع لها زي ما انتم شايفين الاكياس خلاص ربطتها واجهز الكمية كلها شكلها مرتب مرة عجبتني الاكياس شكلها مرتب وفي مقاسات بس انا حسيت هذا المقاس مناسب لي الكمية يعني الكمية كلها زي ما انتم شايفين خلصت واجهزتها في علب قلت لكم انا هعطي نقصة رمضان بدأت اجهزها الين بعدين هازينها طبعا قبل ما اعطيهم الهدايا والعلبة الكبيرة هذه لي كمان حتى البهارات البيضة والمشكلة برضو عبيتها في علب وخليتها على جنب هنا طبعا هذا الثوم اكثر من مرة سويته معكم في فيديوهات طحنته اوزعه في كياس واحطه في الفريزة كل ناس سبحان الله او كل واحدة تختلف طريقتها في حفظ الثوم لكن في الاخر اللي يناسب فانا احب احطه في كياس وافردها كذا يعني اخليها زي البلاطة واجمدها في ناس لا يحبهم كعبات في ناس لا يحطه في علبة وفي الثلاجة وعليها زي الزيتون فهي مسألة الطريقة اللي تريح ستة البيت انا بالنسبة للطريقة هذه جدا مريحة يعني اخليها جدا خفيفة افردها ولما اجي اطبخ اخذ القطعة اللي تناسبني يعني اكثر من نفس الكيس وصلها وعلى طول ارجع يعني ما اخلي يذوب وعلى طول ارجع الكيس في الفريزة زي كذا اجمعها في علبة وحطها في الثلاجة لين تجمد في الفريزة عفوا لين تجمد وبعدين استخدمها وقت الحاجة هنا حبيت اقول لكم على صوص فاكرين الصوص اللي كلمتكم عنه اول المنقة الحار من هذه الشركة قلت لكم مرة لذيذ لقيت منه صوص فلفل اخضر حار ولقيت منه صوص تمر هندي لذيذ يا بنات لذيذ لذيذ من جد خاصة هذا الاخضر فعجبني وحبيت اني اشارككم تستفيدوا هنا التمر الهندي برضو كذا حذاقة مع حلاوة بس حلو التمر الهندي لكن شوية حالي يعني انا ما احب الصوص اللي يكون حالي مرة لكن الاخضر مرة 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 لذيذي يعني من جد مع الصلاطات بس انه حار حتى مع الطبخات او انه كذا تاكلي يعني من غير اي شي برضو حلو بس عجبني يعني اخدتوا السور ماركة عجبني وقلتوا ممكن تستفيدوا منه يعجبكم فيه صوصات ثانية من نفس الشركة هذي فيه زي الكاتشاب بالطماطم طماطم مع فلفل لكن انا هذا اللي نسبني هنا حبيت اوريكم حركة مهتمدة تالية فترة وريحتني في غسالة الصحون بعد ما تخلص غسالة الصحون شايفين البخار عشان البخار هذا بسرعة يروح وتقدر يتفضي الصحون ولا يبقى ولا قطرة مويا داخل الصحون يعني داخل الغسالة على الصحون سوي الحركة هذي افتحي باب الغسالة وحطي منشفه والله العظيم هنا خمسة دقائق بالضبط وبعدين من فتحت لقيت خلاص ناشفه والصحون والكاسات من جد ناشفه طبعا ما تقفلي الباب كامل لا يعني انا حطيت منشفه كذا ورديت الباب باب الغسالة الصحون كل البخار والرطوبة جات في المنشفه هنا هذا كان وقت اني اغسل الغسالة تنظيف الذاتي او تنظيف الحوض عفوا كل غسالة ما اعرف هذه الانواع زي النوع اللي عندي فيها تنظيف الحوض الميزة هذه يعني كل ثلاث اشهر انا اسويها طيب نفس الغسالة تنظف نفسها كيف طبعا انا اضيف صابون اول شي انا احط تايد واحط ملعقة صغيرة بكربونات الصوديوم او خل احطها في نفس الحوض مو في الدرج وخلاص واضغط عليها واتركها الميزة هذه فيها نقع يعني نفس الاشياء اللي انتي حتحطيها سواء صابون سواء كربونات خل فيها ميزة النقع يعني حتتنقع الغسالة بالمول اللي حتعبيها تقريبا ربع ساعة وبعدين تشطف نفسها ربع ساعة هنا اوريكم انه هذا اللي جمع الفتال من الغسيل انا صراحة بعد كل غسلة انظفه هنا نظيف يعني شايلته من اخر غسلة بعد كل غسلة افضي وانظفه لانه يتجمع فيه الوبر ولو خليتي ينشف هنا اوريكم مكربونات الصوديوم اللي استخدمتها ملعقة صغيرة اللي حطيتها مع شوية تايد خلاص واشغل الغسالة احطها على انا اخترت الموية دافي تنظف يعني على وضع الموية يكون دافي زي ما انتوا شايفين خلاص حطيتها على تنظيف الحوض 14 دقيقة يقعد من ال 14 دقيقة هذه جزء منها فيها نقع لو تلاحظوا علامة النقع هي اللي تنور طبعا بعد كل غسلة انا امسح الغسالة من جوه ومن بره بالمنادين المبللة هذه عشان تقعد اطول فترة ما اغطيها سراحة لانها في غرفة غرفة الغسيل معزولة ما يجيها اتراب ولا شي هنا بدأت الغسالة تاخد دورتها في الشطف وفي الغسل كل المدة نص ساعة تقريبا كذا يكون وصلت نهاية الفيديو حبيت افيتكم لو بشي بسيط والله يبلغنا وياكم رمضان وحنا في احسن حال